اشتركوا في القناة او ما فيوش اي اخطاء في مغلطة انت عارف انا ما كافت انقفت يغيب يغيب يا اخي ويرجع بكل كوميك وكوميك مالوش حل بجد اعتقد الموضوع في اطار ان الكلام بيبقى كوميدي ولكن ما ينفعش يتساب لانه في حق من حول الان بالتأكيد و احنا بصراحة يعني موضوع الاخطاء التحكمية ده يعني تعيشنا معه كتير جدا وهدفنا هنا احنا مقتنعين تماما ان كل فريق له اخطاء التحكمية لان ده جزء من اللعبة لكن الحقيقة لما تبقى شايف بعين واحدة لازم نقول لك لا استوب وكمان لما تكون عندك المعلومة مغلوطة لازم نوضح لك المعلومة فنشوف الكابتن عيفة نصار في احدى محاولاته للنيل من النادي الاهله ونرجع تاني لك مطشين الجونة السنة اللي فاتت مطش ودي دجلة ده مطشك يعني ده 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 جاي بيتكلم في خطأ تحكيمي فهو بيدور على الأخطاء التحكيمية اتكلم عن مباراتين والله يضربهم كده حظه يعني ضربهم كده وحنقول للمشاهدين ليه عندنا أول مباراة منه مفارس كانت نتيجتها كم 4-0 ربعية تخيل النادي الأهل الجامل في المباراة ونفس حد في العالم يقول لي إيه اللي حصل في المباراة دي فيها مجاملة 4-0 مباراة الأهل ضد الجونة وليد سليمان هاترك وحسين الشحات وبص يعني توقيتات الأهداف القصة خلصانة يعني أعتقد دي مثلا الجونة في السبعينات قبل ما الجونة يظهر هو حاجة اختلطت عليه ولكن بص حتى فكرة لا ليه مش اختلطت عليه الجونة تحديدا ممكن يكون لها أثار نفسية سلبية الغل فده رد غل بغل عندنا لقطة تانية عندنا كمان يمكن الجونة المباراة التانية كان عندنا البروم كان موجود وكان فيه خطأ تحكيمي أو مش خطأ تحكيمي كان فيه قرار تحكيمي مؤثر في المباراة كان هو طرد عمر السلية لعب النادي الأهلي مديها تقريبا ستين والنادي الأهلي كمل ديانج ديانج والنادي الأهلي كمل المباراة وهو ناقص لعب وقدر النادي الأهليها فرسي حق الفوز فلو فيه مجاملة أو شبه مجاملة من أخطاء تحكيمي أعتقد ما كانش هيبقى فيه طرد كمان للعب وبنأكد على النقطة دي يا جماعة الدوري كان محسوم ومحسوم بفرق عشرين نقطة حجة الأخطاء التحكيمية المرة دي ما تنفعش كابتن عفة نصار ما اكتفاش بكده ووقع في خطأ أكيد أي حد عايز يقول أن فيه خطأ تحكيمي في الموسم ده مستحيل يفوت لقطة الدجلة اللي كان فيها جدل تحكيمي وكل الحكام وضحوها بشكل ما فيهوش أي شك زي ما حنطلع ونشوف لقطة التداخل الشهيرة كابتن أحمد الشناوي قانون اللعب المتسلل الذي يتداخل مع خصم مش شرط أن يلمس أو يلعب الكرة إنما يؤثر على الخصم في لعب الكرة أربعة بيعمل إيه؟ أعاقوا لما أعاقوش بغض النظر أن الكرة رايحة للعب السليم العبرة بأن هناك تداخل من لعب متسلل مع الخصم أعاقوا عن لعب الكرة كون أنه مش هيقدر يلعبها مش هيلحقها وحيتمكن منها لعب المهاجم الآخر إنما هنا لازم يعاقوا يعني لجونة ولا دجلة بس ديكنا فرصة إن لو إحنا بنرد كويس نقدر نقولك إنه منتظرين منك رد كده كده مش تعرف تجاوبه يخص نادي الزمالك في نفس الموسم وأخطاء قبل الفار يا أسامة وبعد تطبيق الفار يعني مع الفار ماشي ومع الفار برضو قبل وجوده برضو في أخطاء الزمالك مستفيد قبل الفار مستفيد بعد الفار قبل الفار بكم نقطة ستة نقاط تلات نقاط في المباراة ونقطتين في المباراة التانية قدام المقاولين وتلاتة قدام المقصة ونقطة قدام دجلة وفي الفار ووجود الفار الزمالك استفاد في المباراتين بخمس نقاط نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها هي فكرة ان كمان دي الاخطاء التحكمية اللي اثرت في نتيجة المباراة مش مجرد اخطاء تحكمية كانت بتطلع مثلا النتيجة صفر صفر او ما استفادش منها نادي الزمالك لا دي اخطاء تحكمية استفاد منها نادي الزمالك ما فياش اربعة صفر وبما اننا اصلا بنتكلم في موسم النادي الآلي فارق عشرين نقطة وبنتكلم في مراتين فاحنا بنشكركم جدا ويا ريت اللي عنده اخطاء تحكمية حصلت لصالح النادي الآلي في الموسم ده يستعرضها واحنا عندنا كل ردود وبخبراء التحكيم هدف ويدجلة ربما اختلف عليه بعض خبراء التحكيم نظرا لم يلهم ولكن الاخطاء اللي احنا اتكلمنا فيها النادي الزمالك 11 نقطة اجمع عليها خبراء التحكيم